أهلا بكم الحمد لله على نعمة الكرآن الكريم تلك المعجزة الخالدة كتاب هداية للعالمين أنزله الله عز وجل على نبيه وعبده محمد صلى الله عليه وسلم وهو دستور هذه الأمة قال الله تعالى في اشتركوا في القناة فالله سبحانه وتعالى أنزل آيات المحكمات هن أم الكتاب لا يستطيع أي أحد أن يأتي فيها بوجهين للتفسير أو التأويل مثل قوله تعالى الله أحد وقوله تعالى لم يلد ولم يولد وأنزل الله تعالى آيات متشابهات يحتمل فيها أكثر من وجه للتفسير والتأويل على درجات مختلفة قد يكون كل التفسير صحيحة وقد يكون هناك تفسير راجح وتفسير مرجوح فأهل الإيمان يردون المتشابه من الآيات إلى المحكمات أما أهل الضلال والزيغ فيتبعون المتشابهات بغرض الفتنة والإضلال من الآيات المتشابهات هذه الآيات الكريمة وتسمى الحروف المقطعة أنزل الله عز وجل هذه الآيات وفيها من الأسرار ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى نتعبد إلى الله بتلاوتها وتصديقا بها ونثاب على كراءة كل حرف بعشر حسنات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشرة أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختلاف التفسير في آيات الحروف المقطعة هو من باب التنوع ولك أن تتخير ما تحب من التفسير للسادة الأفاضل علماء التفسير المعروفون لأنهم ببساطة أعلموا منا وأحرصوا منا على فهم الحروف المقطعة أول تفسير للحروف المقطعة أنها فواتح للسور الكريمة وهناك تفسير جميل لابن كثير رحمه الله يقول إذا حذفنا المكرر من الحروف المقطعة يتبقى لنا أربعة عشر حرفا يمكن صياغتها في جملة بليغة تقول نص حكيم قاطع له سر وهناك تفسير راجح أميل إليه وهو أن الله سبحانه وتعالى أنزل الحروف المقطعة على المشركين ليقول لهم إن هذا القرآن من لغتكم وحروفكم وأنتم ملوك البلاغة والشعر واللغة فأتوا بمثله إن استطعتم ولن تستطيعوا وهذا تحدي قائم لهم على مر القرآن ثم خفف الله عز وجل التحدي إلى عشر صور من مثل الكرآن ولن يستطيعوا وهو أعلم بعباده أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر زور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين ثم خفف الله سبحانه وتعالى التحدي إلى سورة واحدة من مثل الكرآن لعلهم يهتدون إلى الحق وإن كنتم في غيب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله من دون الله إن كنتم صادقين فإذا ادعيتم أنه كلام بشر وأنتم تعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم كان أمي لا يعرف القراءة والكتابة ولم يعرف عنه قول الشعر قبل النبوة وأنتم أعلموا بالشعر فأتوا بمثله إن استطعتم وهذا هو التفسير الراجح عند معظم علماء التفسير والله أعلى وأعلم يقول الشيخ الشعراوي رحمه الله تعقيبا على هذا التفسير الراجح إن كل حرف في اللغة العربية له اسم وله مسمى فهذا الحرف مثلا اسمه قاف أما المسمى فهو قا مثل في كلمة قارآه فكلنا نستخدم مسمى الحرف ولا يعرف اسم الحرف إلا من تعلم الكراءة والكتابة وكلنا نعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم كان أمي لم يتعلم الكراءة والكتابة فمن لقنه أسماء الحروف ولماذا تنطق مرة بأسماء الحروف مثل قوله ألف لام ميم وفي موضع آخر تنطق بمسمى الحروف مثل في قوله ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل فهذا القرآن الكريم هو توقيف من الله عز وجل لا دخل للبشر فيه وأخيرا هؤلاء المشركون الذين عرضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعواه لم يعترضوا على هذه الحروف المقطعة وهم أهل فصاح وقبلوها على وضعها جزاكم الله خيرا